السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم طلاب الصف الثالث السنوي في فيديو ديد طبعا الفيديو اللي فات كان عبارة عن شرح وفيديوهات بقى من بنك المعرفة على التوصيل على التوالي الفيديو ده بقى هيبقى عبارة عن حل أصلا المفروض كنت تدمج الفيديوين مع بعض بس لقيت ان الفيديو هيبقى طويل جدا فعملتهم على فيديوين فعشان تعرف تحلي معايا الأسالة دي لازم تكون تشوف الفيديو بتاع الشرح والفيديوهات طيب أول حاجة بيقول ايه؟ في المواد المعطاة فإن قيمة المقاومة تتغير في حالة تغير أبعاد المادة اه طبعا صح السبب في كده ان المقاومة بتتناسب أصلا او بتتأثر بالطول وبمساحة مقطع السلك فلو مثلا الطول زاد المقاومة هتزيد لو مساحة مقطع زادت المقاومة هتقل فإذا ده معناه أن المقاومة بتتغير في حالة تغير ابعاد المادة فهيبقى الاختيار صح وحدة المقاومة هي طبعا كله عارف ان هي يقوم ثلاثة لو تم توصيل مقاومتين على التوالي فانك هما يمتلك نفس قيمة طبعا معروفة ويتكرر كتير اوه في الفيديو اللي فات شدة الطيار شدة الطيار بيبقى له نفس قيمة في كل مقاومة يبقى اول واحدة شدة الطيار لكن يختلف في نقط طيب هما بيتطفوا في شدة الطيار ولكنهم بيختلفوا في حاجتين في الجهد وفي قيمة المقاومة فاذا لما نشوف هنا الاختيارات ما تنفعش غير الاختيار ايه اللي هو الطيار وبعد كده الجهد السؤال الرابع لقياس الطيار المار من خلال مقاومة يتم توصيل الاميتر على طبعا الاميتر بيتم توصيله على التوالي السبب ان الاميتر اللي هو بيستهدم لقياس شدة الطيار بيوصل على التوالي لان في توصيل على التوالي شدة الطيار بتكون سبتة في كل جزء من اجزاء الدائرة الكهربية فبالتالي لما يتم توصيل الاميتر على التوالي هايزهر يعني على الاميتر القيمة الصحيحة لشدة الطيار طيب السؤال الخامس عندما يتم توصيل مقاومتين مقاومة R1 والمقاومة R2 على التوالي فإن المقاومة العاملة المقاومة العاملة دي اللي هي اللي هي المقاومة الكلية المقاومة المكافئة أي بازني لها 3 أسماء المقاومة الكلية المقاومة المكافئة والمقاومة العاملة اللي هي تساوي طبعا في التوصيل على التوالي المقاومة العاملة بتساوي مجموع المقاومة يبقى تسوي R1 زائد R2 السؤال السادس لو كان نون هو عدد المقاومات لنفس القيمة تمام نفس القيمة راء المتصل على التوالي فإن المقاومة العاملة يو أصدو إيه يعني عندنا عدد مقاومات اللي هو نون وإن كل مقاومة فيهم لها نفس القيمة اللي هي راء فعايزين بل مقاومة العاملة لها المقاومة اللي هي تسوي R في نون تمام طيب السبب مثلا لو إحنا عندنا عدد خمس مقاومات قيمة كل مقاومة خمسة أوم طيب تبقى المقاومة كلية هي تضرب خمسة في خمسة خمسة وعشرين أوم هي دي الفكرة السبعة المقاومة العاملة لها المقاومة كلها في التوصيل على التوالي المقاومة طبعا بتزداد السبب في أن تزداد لأن المقاومة العاملة بتسوي مجموع المقاومات السؤال الثامن في أنواع توصيل المقاومات يتم فقد القوة بدرجة كبيرة عايز يعني اي نوع بيتم فقد القوة بدرجة كبيرة طبعا في التوصيل على التوالي السبب لان المقاومة الكلية بيكون كبيرة جدا فبيستلزم قوة وطاقة كبيرة جدا عشان الشحنة الكهربية تعدي فبالتالي يتم فقد قوة او طاقة كبيرة جدا فعشان كده فرق الجهد بيبقى كبير جدا تمام بتمنى تكون السؤال الاخير ده واضح بالنسبة لكم بعد كده بقى اللي هو يورك البريس اللي هو انا شرحت وركم برضو الحصة اللي فاتت شوف بقى المثال الموجود هنا وبرضو الخمس اسئلة اللي بيكون موجودين تحت السؤال بيقول ايه بقى 3 مصابيح متشابهة ليها مقاومات متساوية قيمة كل مقاومة 10 اوم طبعا موصلة على التوالي بيسر فيها طيار شدته 3 امبير عايز ثلاث حاجات اول حاجة فرق الجهد بين طرفيه كل مقاومة وبعد كده عايز فرق الجهد كلي ثلاث حاجة استنتج ان المقاومة الكلية في الدائرة ها مجموعة المقاومات الموجودة على امتداد مصار الدائرة اول حاجة لما تيجي تحل مسألة هو انك تحدد الحاجات المعلومة والحاجات المجهولة زي موجودة يعني دي طريقة محلولة على بنك المعرف اذكر المعلوم وغير المعلوم فالمعلوم هو شدة الطيارة لو 3 امبير ومقاومة كل مصباح لو 10 اوم غير المعلوم بقى فرق الجهد بين طرفيه كل مقاومة وفرق الجهد كلي أو في الدائرة الكهربية كلها يعني فرق الجهد بين طرفيه كل مقاومة وفرق الجهد كلي واستنتاج ان R اللي عاملة بتسوي R1 زد R2 زائد R3 بالراحة كده هيتغفر الجهد اللي بنترى فيه كل مقاومة ازاي عن طريق قانون قوم قانون قوم كان بيسوي ايه؟ بيسوي ان I بتسوي V على R يبقى ازاً V بتسوي I في R تمام؟ يبقى ازاً V تسوي I اللي هي ثبتة اصلاً في كل مقاومة ثلاثة R اللي هي برضو ثبتة في كل مقاومة لانه هو قال لك كده تمام؟ اللي هو متساوية قيمة كل منها عشرة قوم يبقى ازاً 3 في عشرة سوي 30 فولت طيب هم تلات مصابيح فرق الجهد في كل مصباح او في كل مقاومة بيبقى ايه؟ 30 فولت ازاً فرق الجهد الكلي 30 زائد 30 زائد 30 يطلع لك 90 فولت يبقى كده حاجتين اجابوا اول حاجة فرق الجهد لكل مقاومة وبعد كده فرق الجهد الكل تالت حاجة بقى استنتاج ان R المقاومة العاملة بتساوي مجموع المقاومات طيب اول حاجة من قانون اوم برضو ان طبعا اي بتساوي V على ار فال ار المقاومة تساوي V على اي طيب ال V ال ايه بتسين فولت احنا جابة نحاول بنجيب المقاومة لكلية 90 فولت طبعا لال ايه ال اي يه 3 طلعه بتلاتين اوم طيب لو جانا هنا بقى للعلاقة الرياضية ان هي ان ال ار بتساوي وهتطلع 10 زد 10 زد 10 تأتيين قوم دي نفس النتيجة اللي طالع فوقي يبقى إذن العراق الرياضيات دي علاقة صحيحة تمام كده طيب بعد كده بقى بالنسبة لإختيارات اللي موجودة عبارة عن 5 اختيارات تمام هحل معاكم 4 وهديكم 4 يعني لا هديكم سؤال واحد تجاوبوه تحت في تعليقات وتوروني إجابتكم وتقولوا لي برضو جات ازاي اول حاجة من خواص التوصيل على التوالي هو أن الطيار القهربي في الدائرة له مصار واحد اه طبعا صح يعني انخواص التوصيل على التوالي انه له بيبقى له مصار واحد عشان كده لما يجي مثلا تنقطع او تتحرق مثلا اللمبة من اللون ده اللي اللي للطيار القهربي مش هيكمل مصاره فاللونة كلها تحرقت اتنين عند توصيل عدة مقاومات على التوالي تمام فأن قيمة المقاومة المكافأة لها تكون اصغر من اصغر مكافأة طبعا غلط وغلط وغلط ليه؟ لأن المقاومة اصلا المكافأة بيكون مجموع المقاومات فازات يكون اصغر من اصغر مكافأة يبقى ازا خطأ ده بيكون اكبر من اكبر مقاومة السؤال بقى الثالث احد عيوب توصيل المقاومات على التوالي هو تعطل الدائرة بالكامل تمام كده ازا تلفت احد تلك المقاومات 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 الدائرة صحة ودي قلتها لكم السبب ان هي صح مثلا ان هي بتكون موصع تولي والطيار بيبقى له نفس المصار فمثلا لو انقطع فتيل مصباح يعني يتحرق مصباح فهتلاقي ان الطيار مش هيعرف يكمل مصارف عشان كده كل نوع بتتحرق عشان كده في بيكون مثلا تلاقي ان الاجهزة الكهربية والمصابيح كلها موصلة على التوازي لان لو التوالي لو هتلاقي مثلا الكهربا فصلت عن التلاجة مثلا تلاقي عن كل الشيء كلها الكهربا فصلت لو لمبة تحرق تلاقي كل اللونة اتطفت هذه الفكرة طيب السؤال الرابع واخر سؤال هحلو معاكم بعد كده السؤال الخامس واجب اربعة اذا احتوى الدائرة كهربية على تلات مقاومات مقاومة الاولى خمسة اوم مقاومة تانية تلاتة اوم مقاومة تلاتة اتنين اوم بخمسة اوم تلاتة اوم اتنين اوم حد يحسب كده المقاومة المكفأة تطلع عشرة اوم وكانت تأزيل مقاومات موصولة على التوالي على فرق الجهد عشرة فولت يعني فرق الجهد كلي عشرة فولت طيب بقى معانا كده المقاومة المكفأة أو المقاومة كلية على فرق الجهد الكلي. آآ فإن قيمة الطيار اللي يمر خلال بالطريقة هل هتكون عشرة أمبير صح ولا غلط? طيب نحسبها. أول حاجة مش شد الطيارة بتساوي V على الر. تمام? V اللي هو فرق الجهد على المقاومة كلية. يبقى V اللي هو عب عشرة. وده برضو عشرة عشرة عشرة. هتطلع بواحد. مش عشرة. إذن قيمة الطيار عشرة أمبير. ده غلط. قيمة الطيار هتبقى واحد أمبير فقط. طيب. آخر سؤال. آآ سؤال واجب لي كومنتو. تقولولي السبب. يعني صح وخطأ وما تسكتوش. لا تقولولي السبب. مصباحان مقاومتهما R1 و R2. وصلها معنا على التوالي مع مصدر كهربي. لو بقى أن إيه؟ لو أن المقاومة الثانية أصغر من المقاومة الأولانية. R2 أصغر من R1. فيمكننا أن نستنتج أن فرق الجهد على المقاومة R2. اللي هو ده هو كبير. صح؟ ولا خطأ؟ هسيب لكم آآ طبعا السؤال ده. تجاوبوه في تعليقات. وهشوف إجابتكم. هشوفكم بقى في فيديو جديد. والسلام عليكم. ورحمة الله وبركاته.